أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مشددا على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعطد الأزمات في المنطقة وخلال لقائه مع وزير خارجية مالتا في نيورك أكد عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية فضلا عن فتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتعاون البرلماني